في البداية عايزين يعني لمحة تفصيلية عن أبرز المشروعات اللي حصلت في غرب مصر بكل تأكيد يعني هو يعني يمكن الجزء ده من مصر هو عزيز جدا غني جدا بالمقومات التنموية اللي ممكن تكون موجودة فيه أبرزها طبعا الجزء السياحي أو الكرة السياحية اللي موجودة في هذا المكان بالإضافة طبعا لوجود يعني إحنا لو بنتكلم على الطريق الساحلي الدولي فنحية البحر ففيه منطقة دي فيها مجموعة كبيرة من الكرة السياحية الناحية التانية أو اللي هو جنوب الطريق الدولي فيه مجموعة من المشروعات التنموية فيه القطاع الزراعي من جهة وكذلك برضو قطاع الطاقة ويمكن أبرزهم طبعا الطاقة النووية ومحطة الضبع الجزء ده طبعا بنتكلم فيه حدود 160 ألف كيلومتر مربع واخد طولي في حدود 500 كيلومتر فإذن إحنا بنتكلم على حيز عمراني جديد بيضاف للرقعة العمرانية على المستوى الجمهورية بيستعد بحلول 20-50 أنه يعني يقدر يستوعب أكتر من 20-25 مليون نسمة إذن إحنا أمام مرحلة تنموية يعني موزل فيها الكثير من الجهت إضافة قوية جدا لمحور التنمية بشكل كبير خصوصا إن المنطقة دي يعني ظلت عقود لم يطلها يد التغيير أو التطوير يعني فإذن هو ملف قوي جدا وكان بالضرورة إنه لابد أن يكون فيه نظرة مختلفة ويعني ملمح جديد للمحور التنمية اللي مصر قادتها خلال الثمان سنوات اللي فاتت طيب يمكننا أن نتكلم عن استراتيجية المصرية لإدارة الموارد كانت الدولة المصرية حريصة إنها تستغل أو تتجه لكل محافظة حسب مواردها شايف إنه إيه أبرز الموارد التي كان يجب استغلالها فيه لو نتكلم على محافظة على سبيل المثال زي محافظة مطروح أهم المشروعات المتعلقة بالموارد الموجودة بالفعل في هذه المحافظة طيب نتكلم في الجزء الشمالي من مصر نتكلم في حدود مساهمة فعلية خلال قبل عمليات التنمية اللي موجودة لا تتجاوز الأربعة في المية أو ثلاثة ونصف في المية من حجم الناتج المحلي إجمالي رغم أن المساحة كبيرة جدا وشسعة جدا وتحظى باهتمام بالغ ولها أثر كبير في الناتج إلا أنه كانت مساهمتها متضائلة جدا طيب إحنا وصلنا لأدية إحنا في الوقت الحالي بعد المشروعات اللي موجودة في حدود السبعة في المية فإذن إحنا أمام زيادة تقريبا الضعف في مساهمتها للناتج يعني البلد لو بتنتج على سبيل المثال سبعة ترليون جنيه ده إجمالي الناتج المحلي إجمالي فإحنا عندنا على الأقل تحقق بالفعل سبعة في المية في هذه المنطقة طيب الإمكانات الاقتصادية اللي في هذه المنطقة أو في الساحل الغربي أدئي يعني الكباسيتي أدئي ممكن تزود للناتج أدئي فإحنا بنتكلم ما لا يقل عن 17-18% خلال سبعة سنوات فإذن هناك إمكانات اقتصادية كاملة في هذه المنطقة دور المحور التنموي أنه هو يقدر يعزز الاستفادة من هذه المنطقة طيب أبرز المشروعات اللي ممكن تعود بالنرف المنطقة دي كما هو معلوم لدى الجميع يعني ولا يخفى على أحد هي بيشتغل من فترة من مايو لحد سبتمبر أكتوبر يعني الجزء السياحي أو الفترة السياحية الصيف تقريبا بينشط سياحية ناحية تانية الشتة تقريبا بتنشط زراعية نتيجة ليه هطول الأمطار وتوفر المياه بشكل كبير إذن إحنا أمام تنوع في الدورات الاقتصادية اللي موجودة سواء كانت من ناحية القطاعات أو من ناحية الزمن يعني الصيف والشتة إذن محور التنمية هنا بيستهدف أنه مايبقاش بس عندي تبقى مدن مصائف فقط لا إحنا ممكن نستغلها في شكل أفضل أن يكون عندي استقطاب للسياحة الدولية ويكون عندي استمرارية بشكل كبير إن كان المصريين بيصيفوا في الصيف هناك فإذن متوقع جدا أن الأوروبيين بالتحديد يكون ده ملاز أمن جاي جدا للسياحة خصوصا الوضع العالمي في الطاقة وخلافهم من الأمور اللي ممكن تدفع بشكل كبير نحن نعزز من الاستفادة من هذا القطاع بالإضافة طبعا إلى يعني لو كنا بنكلم عن القطاع الزراعي فإن كان خلال فترة ماضية كان بشكل يعني إيه مش عايزين نقول تلقائي ولكن بشكل يعني يعني جيد يعني إنما في الوقت الحالي إحنا بنتكلم على مشروعات ضخمة ومشروعات فيها mass production أو إنتاج كبير الدولة بشكل كبير تدخلت فيه فإذن إحنا أمام استغلال كامل للرقعة من حيث المناطق اللي معروف فيها مياه جوفية أو بتتوفر فيها تجمع للمياه الأمطار أو حتى فيها أماكن لمحطات تحليل مياه واستغلالها بشكل كامل في عدد من المحاصيل الزراعية اللي بالشكل الكامل هتعزز من الأمن الغذائي فإذن إحنا أمام تغير واضح في خريطة السسمار من جهة والتنمية بشكل كامل يعني عشان ما يكونش عندي بس فقط هذه المنطقة يعني بيتبص لها أو كما كان في العقود السابقة بمبص لها بس هي مصيف ولكن لا هو الموضوع أبعد من كده بكتير نستهدف أكتر من خمسة مليون فرصة عمل بشكل دائم تتكلم يا دكتور للت يعني أن عكاسات هذا الأمر على حركة الاستثمار عايزين برضو نتكلم عنها بشيء من التفصيل دخول الدولة في هذه المشروعات مشروعات خدمية ومشروعات تنموية دائم عكاساته إيه على حركة الاستثمار على الاستثمار في مطروح بكل تأكيد البداية طبعا بتبدأ بشرايين الإمداد أو الشرايين الطرق طرق المحاور ده طريق ساحلي فيه تمام كبير بي وكمان عندنا المحور بكل تأكيد نتكلم على المنطقة دي أي مدينة أو أي عمران عمره ما هيتم إلا لابد أن أنا الأول أنشئ طريق يلبي احتياجات التنمية المرغوب فيها يعني لو أنا بستهدف منشآت سياحية بقى إذن الطريق لابد أنه يتكافأ مع متطلبات هذا القطاع لو كنت بستهدف بجانب السياحة قطاعات انتاجية لا علاقة بالزراعة أو بالصناعة أو بأي من القطاعات الانتاجية بقى لابد أن يكون عندي الشبكة الطرق والخدمات العامة والمرافق العامة بتستهدف بشكل أساسي أنها تخدم على هذه القطاعات إذن لما نشوف طريق يعني يمكن برضو ده احنا شفناه السوشيال ميديا وشوفنا مغالطات كتير وشقعات كتير للطريق الكبير الطريق ده بيخدم جهة نقل بيخدم على الكرة السياحية من جهة بيخدم على الخدمات اللي موجودة في المنطقة إذن إحنا مش هنعمل طريق كل يوم فالطريق بيتم دخطيته بشكل جيد بيتم دنفيزه على أعلى مستوى يمكن الناس كلها شفيته بيدي فرصة أكتر أننا ما نفقش عليه في المستقبل القريب فبيديني فرصة أنه لو في قدرات كامنة في هذه المنطقة يمكن استغلالها في المستقبل القريب يمكن ده اللي احنا شاهدناه من عملية التطوير اللي بتتم خلال السنوات اللي فاتت بشكل مضطرد